بعد الموافقة على خطة تسويق محصول الحمضيات للموسم الزراعي 2024-2025 اعتبر عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك أن فلاحي الحمضيات في الساحل يحتاجون دعما حقيقيا حيث تتكرر شكواهم بسبب تعفن الحمضيات في كثير من الحالات دون وجود من يسويقها وبيّن حبزة لسمى أن ارتفاع أجور اليد العاملة والنقل والعبوات كلها خسارات يتحملها الفلاح وحده الفلاحي الكثير يشتكون نحن كنا في منطقة الساحل حتى موضوع أحيانا كثير مادة البرتقال أو المادة تكون بالأرض متعفين وما في حدا يسويقها وقيمة تسويقها أكبر من حقها صار حتى إجرت قطافة بالنسبة للعامل العامل اليد العامل ارتفع النقل ارتفع العبوات البلاستيكية والعبوات اللي بيحطوا فيها البردقال كمان ارتفع سعرها بشكل كبير هذا كله عم يتحملوا مين؟ عم يتحملوا الفلاح وبالتالي في خسارة الفلاح إذا ما صار دعم للمنتج الأساسي اللي هو الفلاح نحن للأسف تضع الخطة هل ترى تنفذ أو لا تنفذ؟ هذا الموضوع الحكم بيننا وبينه هو الواقع الفعلي للسوق ترجمة نانسي قنقر